بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاء ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته فلا حول ولا قوة إلا بك يا علي ما عظيم وصلى الله وسلم على سيد الرسل الأجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الضاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يتنف المعاد وضع وقد وصلنا لنروس المنبر وشارح السلم المنورق لشيخ الإسلام والغانبين حسن القويسي شيخ الأزهر الشريك انتهينا من الأشكال الأربعة وقلنا معرفة هذه الأشكال تكون بالنظر إلى الحد الأوسط فإن كان محمولا في السورة وموضوعا في القبرى هذا هو الشكل الأول وإن كان محمولا فيهما فهذا هو الشكل الثاني وإن كان موضوعا فيهما فهذا هو الشكل الثالث وإن كان موضوعا في السورة محمولا في القبرى عكس الأول فهذا هو الشكل الرابع ثم تكلمنا عن شروط إنتاج الشكل الأول وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى فشرط الإجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى وشرط بالنسبة للشكل الثاني اختلاف الكيف مع كلية الكبرى وبالنسبة للشكل الثالث الإجاب في الصغرى مع كلية إحدى المقدمتين ثم الشكل الرابع شرط إنتاجه عدم جمع الخصتين إلا في صورة واحدة ولذلك اختلف عدد الضروب المنتجة بالنسبة للأشكال الأربعة فبالنسبة للشكل الأول الضروب المنتجة أربعة والباقي كان إثنى عشر كلها عقيمة وبالنسبة للشكل الثالث الضروب المنتجة كذلك أربعة بالنسبة للشكل الثالث أربعة كالشكل الأول والباقي عقيمة وبالنسبة للشكل الثالث تم المنتج ستة والرابع تم خمسة وقد تم شر ذلك وضيامه وتفسيره ثم بعد ذلك نأتي إلى ما وقفنا عليه ولهذا قال فمنتج لأول أربعة يعني بالنسبة للشكل الأول كالثاني يعني الثاني أربعة أيضا ثم الثالث فستة ورابع بخمسة قد أنتجا وغير ما ذكرته لن ينتجا يعني غير ما ذكره من الضروب كل شكل فيه كم ضرب كم كل شكل فيه كم ضرب ستة عشر والأشكال أربعة فنضرب ستة عشر في أربعة فتكون النتيجة كم أربعة وستين ضربا منها كان ضرب منتيج عندنا أربعة واربعة أربعة بالنسبة للشكل الأول وأربعة بالنسبة للشكل الثاني وستة للثالث هذه كان أربعة واربعة وستة كان ستاشف أربعة واربعة تمانية وستة كان أربعة وطاشف ثم بالنسبة للشكل الرابع كان خمسة أربعة وطاشف وخمسة كان إبقى كان الضروب المنتجة عشان تبقى حفظها زي عدد ملائكة النار عليها تسعة عشر منها تسعة عشر ضربا منتجا والضروب كلها أربعة وكان وستون يبقى نقسم تسعة عشر من أربعة وستين يبقى باقي كان خمسة واربعين ضربا غير منتج واضح كده إبقى إذن المنتج منها تسعة عشر من الأشكال كلها وغير المنتج كان خمسة واربعون ضربا ثم قال وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زك حتى في واحد برضو شاعر يقول إن الزمان لتابع أرداله تابع النتيجة للأخص من المقدمات يعني حتى طبيعة الناس يتبعون الأكادم والأراضم والمجرمين إلى غير الله في الغالب فالمنطق ماشي مع الضبيعة وماشي مع البيئة النتيجة دائما تتبعها الأخص والخصة المرد به إذا كانت الجزئية تقابلها لألف لئة وإذن الخصة بالنسبة للكم هي الجزئية وبالنسبة للكيف هي السلب يعني عندنا مقدمة موجبة ومقدمة سالبة تجد النتيجة دائما طالما في إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة تجد النتيجة تأتي فيها السلب طالما في سلب في المقدمتين لو كانت في المقدمتين مقدمة كلية والأخرى جزئية تتبع النتيجة الجزئية دائما تمشي مع الأسافل أو مع الأخص فلاص وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمة الخصة يعني ما المراد بالخصة الخصة إما أن تتعلق بالكم أو تتعلق بالكيف فإذا كانت في الكيف فمعناها السلب وإذا كانت في الكم فمعناها الجزئية والله كده وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات أي من مقدمتين القياس وهو ما فيه سلب أو جزئية يعني إن كانت إحدى المقدمتين سالبة كقولنا كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق بسهبه بصاهب لهذه من النتيجة يأتي فيها سلب ليه عشان فيه مقدمة سالبة اللي هي الكبرى فتأتي النتيجة هكذا لا شيء من الإنسان بصاهب يعني لا تأتي موجبة بل تأتي سالبة ليه لأنه فيه إذن لا يمكن تأتي الكلية الكلية يعني الشرف الشرفين زي الخصتين مثلاً الخصتين المراد بهم السلب والجزئة يعني مقابل الخصة الشرف يعني الكلية والإيه والإيجاب لأنه المقدمة الصغرة موجبة إيجاب الصغرة والمقدمة الثانية اللي هي الكبرى كلية فيأتي يأتي الإيجاب وتأتي الكلية زي ما قول مثلاً شو كده محمد ناجح وكل ناجح مجتهد فتأتي محمد ناجح يعني يأتي الإيجاب ويأتي النفل السلبية مثلاً كل العالم متغير وكل متغير حادث يأتي النتيح العالم حادث أقول مثلاً هذا تفاح وكل تفاح فاكه وإذا هذا فاكه ودائماً الإيجاب والكلية لا تأتي إلا في الشكل الأول كما قل كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فالنتيجة كل إنسان جسم وجاء النتيجة موجباً كلية أو كلية موجباً ليه لأنه لا يوجد في إحدى المقدمتين خسة ما معنى خسة يعني سلب أو إيه أو جزئي يلا جزئي يلا جزئي بسم الله في سلب أو في جزئي لازم يظهر هذا في النتيجة يلا جزئي وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية كقولنا بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق كانت النتيجة جزئية وهي بعض الحيوان ناطق هكذا الزكين أي علم يعني هكذا الزكين هذه تكملة للبيت يعني علم لماذا لم يقل علم بدلا من زكين لن تذهب مع القافية وتتبع النتيجة الأخص من من فأرزين كلمة فيها من زكين قال المصرف رحمه الله وهذه الأشكال بالحملية مختصة وليس بالشرطية وهذه الأشكال يعني هذا هذا طبعا رأي ضعيف لما قالوا الأشكال الأربعة هذه مختصة من قضايا الحملية وليست بي ها وليست بي الشربية هذا رأي ضعيف إنما الصحيح جريان الأشكال الأربعة في الحمليات والشرطيات على حد سوا يعني ليست مختصة بالحمل بل تأتي أيضا في القضايا الشرطية ونفس الكلام إجاب الصغراء وكلية كبراء بس بدل ما نقول يعني مثلا شروط الإنتاج هنقول الإجاب في الصغراء وكلية الكبراء بالنسبة للشكل الأول أو هنقول الشكل الأول سيكون الحد الوسط هنقول إيه هنقول تالي مش هنقول حد الوسط هنقول محمول في الصغراء هنقول تالي مش محمول وحنقول مقدم فين في الكبراء يعني بدل ما محمول وموضوح هنقول مقدم وإيه وكل ما في الأمر حتزيد أذات الشرط خلاص حتزيد إيه مثلا هنقول كده إذا كان النهار هنقول كده إذا كان النهار طالعا أو إذا كانت الشمس طالعا فالنهار موجود نقول كده وكلما وكلما كان النهار طالعا كانت الشمس موجودة أو كلما كانت الشمس موجودة كان النهار موجودة وهكذا وزي ما تجري في الحمليات تجري في الشرطيات نعم وهذه الأشكال بالحملي أي وهذه الأشكال الأربع مختصة بالحملي من القضايا وليس ماذا وليس ما يذكر من الأشكال الأربعة بالشرط وهذا رأي ضعيف والصحيح جرايان الأشكال الأربعة في الحمليات والشرطيات كما تقدم التمليب عليه وتمثيله والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي يعني في حاجة نسمعها دائما نقول وحذف ما يعلم جائز يعني ظالم الأمر معلوم للسامع فلا داعي للذكر يعني والحذف في بعض المقدمات يعني يعني يحدف واحدة من المقدمتين لماذا للعلم بها أو يحدف النتيجة يعني مثلا أقول لك هذا زاني ورح فإنه يحد تجبت مقدمة صغر أين الكبرى وكل زان يحد فحنا ما في داع نقولها لأن الناس يعلمون أن الزان يحد هذا إذا كانت تضبق الحدود يعني ممكن نقول كذا بالنسبة لعصرنا هذا زاني وكل زاني لا يحد هو الواقعة خلاص الحزف في إحدى المقدمات خلاص أو النتيجة يعني مثلا يقول لك هذا زاني وكل زاني يحد طبيعي النتيجة هذا يحد حزفناها لأن ه أقول لك هذا سارق وكل سارق تقطع يد واسقط إذا معناها هذا تقطع يد فلماذا حذفت للعلم بها كقولنا والحذف في بعض المقدمات أي حذف إحدى المقدمتين أو النتيجة لعلم بالمحدود لاد أي جائز كقولنا هذا يحد لأن زان فإن المعنى وكل زان يحد فقد حذفت الكبرى وكقولنا هذا زان وكل زان يحد فقد حذفت النتيجة لأن المعنى هذا يحد فحذفت بالعلم بها من القياس يعني 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 إذن يجوز حذف المقدمة أو حذف حتى المقدمتين معا أو حذف النتيجة للعلم بها وحذف ما يعلم جائز وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لازمت وتنتهي أي المقدمات إلى ضرورة إن لم تكن ضرورية لما ينزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة من دور وهو توقف الآخر على ما يتوقف عليه أو تسلسل وهو ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية له يعني معنى كذا المقدمات إذا لم تكن ضرورية يعني في مقدمات ضرورية وبناء على ذلك تكون النتيجة ضرورية وفي مقدمات نظرية أو بعضها ضروري وبعضها نظر وبناء على ذلك تكون النتيجة نظرية لكن حتى تقع الثقة ويكون اليقين بها لا بد من انتهائها إذا لم تكن ضرورية إلى الضرورة يعني مثلا بص كده انظر من هنا أقول لك اقفز هنا من الصطح إلى الأرض هنا فأنت تنظر فهي مسألة قياسية نظرية لا تستطيع القفز أو ربما تصاب فنأتي بسلم السلم عبارة عن درجات درجة درجة حتى ينتهي بك إلى الأرض فنجي في آخر درجة تصبح ضرورية تنزل كده عادي بدون تقدير وبدون حساب الأول كنت تحسن إنما لما بقي درجة واحدة أصبحت ضرورية فلازم تنتهي بك المقدمات النظرية إلى ضرورة حتى يحصل اليقين يعني رد النظر إلى لأنه لو لم ينتهي إلى ضرورة حيلزم الدول أو حيلزم التسلسل وهو توقف الآخر على ما يتوقف عليه يعني توقف الشيء على شيء والشيء يتوقف عليه كتوقف زيد على عمر وعمر على زيد فإن رجع توقف أحد الشيء أين على الآخر سواء مباشرة أو بواسطة سمي الدول أما إذا استمر الأمر دون أن يدور على الأول فهذا هو التسلسل ولذلك كل دور يعتبر تسلسل في المعنى هذا متوقف على هذا هذا متوقف على هذا لكن كل ما في الأمر إذا استمر الأمر يبقى تسلسل فإن دار يبقى دور واضح كده يعني مثلا ما قلنا ألف متوقف لا توجد ألف إلا بواسطة الباء يعني ألف متوقف على الباء نقول الباء على ألف وذي ذه دور لأنه ألف متوقف على الباء والباء متوقف على ألف أما إذا قلنا ألف متوقف على باء وباء على تاء وتاء على ثاء وثاء على جيم وجيم على حاء وحاء على خاء وخاء على دال ودال على ذال واستمر الأمر أكذا دون توقف هذا اسمه التسلزل افرض وصلنا الى الياء بعد الياء ما فيش حروف فنقول ياء متوقف على ألف يبقى كده اسمه دور ولو كان حتى فيه وصائد كثيرة جدا المهم لا يرجع الى الاول فان رجع الى الاول يسمى دور في بعض الناس تفهم انه الدور يعني ألف على باء وباء على ألف وجيم على دال بسرعة له طالما رجعنا الى الاول يسمى دور ولو حتى ذكرت مليون المهم لا ترجع الى الاول فان استمر الامر كذا متسلسلا يسمى التسلزل وكلاهما ايه باط فاذا لم تنتهي المبدنات الى امر ضروري يلزم يلزم الدور او يلزم ليه التسلسل ما الذي يطع الدور والتسلسل هو الضرورة فلا بد من انتهائها الى امر ضروري حتى لا يلزم الدور والتسلسل ولهذا ما يقول التسلسل ترتب امر على امر الى ما لا نهاية الى ما لا نهاية هذا اسمه التسلسل الى ما لا نهاية قد لزم فلزم الدور فيما اذا استدل على المتأخر بما يتوقف عليه ذلك المتأخر الذي هو المتقدم او على المتقدم بما يتوقف عليه ذلك المتقدم وهو المتأخر ولزم التسلسل فيما اذا توقف الاول على ادلة مترتبة لا غاية لها يعني لا نهاية لا غاية يعني لا نهاية فان انتهى الامر الى دليل غير ضروري غير الى دليل غير ضروري مقدماته ولا مسلمة لم يكفي يعني لا بد ان تنتهي الى مسلمات او بدهيات او اوليات غير كده لا يكفي مثال مثلا مثال شوف احيب لك مثال يقول لك اللي هو ايه بيقول لك ان المقدمات لازم تكون ضرورية اه او نظرية وتنتهي الى ايه الى ضرورية مثال ايه المقدمات وكلها ضرورية تقول هذا العدد ينقسم الى متساويين اش كده وكل منقسم الى متساويين خلاص كده وكل منقسم كذلك يعني الى متساويين زوج فهذا العدد زوج فنقول مثلا الثمانية ها زوج ليه لانها تنقسم الى ايه الى متساويين يعني اربعة واربعة اما السبعة ليست زوجا لانها لا تنقسم الى متساويين السبعة تنقسم الى اربعة وثلاثة فاذا لم ينقسم العدد الى متساويين لم يكن زوجا ولذلك بيقولوا على القضايا بيسموها زي الاوليات بيسموها قضايا قياساتها معها يعني اذا حضر في الذهن الاربعة حضر انها زوج لانه الدليل معها الانقسام الى ايه الى متساويين هذا اسم مقدمات وكلها ضرورية انما لو قلنا مثلا الاربعين الاربعين لما نجيب كده ربعة ربعة عشر الاربعين ده نظري لانه يحتاج الى ايه الى تأمل الى فكر ربعة عشر الاربعين عشر الاربعين كم لما نقسم الاربعين على عشرة لانه كام العشر اربعة وربع العشر لانه واحد فهي ايه هذه نظرية ولكنها انتهت الى ايه الى ضروري اللي هو ربع الاربعة الاربعة على ربعها كان واحد ربع العشر والاربعة هي العشر لكن هل فهمناها زي ما نفهم الاربعة زوج لانها اثنان واثنان او الثمانية اربعة واربعة ولا احتجنا الى نظر وفكر فهكذا وهذا تراه في الاعداد او في جدول الضرب يحتاج الى استحضار ذهن بعض الناس مع كثرة الممارسة يضرب ارقام كبيرة ويأتي بالنتيجة بسرعة كأنها ضرورية وبعض الناس خمسة في خمسة عاوز لؤالة حاسبة وعاوز عدد بسيط في بعضها تضرب ارقام في بعضها مثلا كذا 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 زي حسبة سموها حسبة حسبة درمة عرفها حسبة درمة مين عرف حسبة درمة المرأة كانت معاها يعني مشنة فيها ايه او فيها بيض فدفع احد الناس فسقط على الارض فكسر البيض اخذ التصرف وكذا وبعدين جاء اهل الاحسان واهل التضوع يريدون تعويضها يعني عاوزين يدفع لها ثمن البيض الذي كسر فسألوها كم بيض معاها قالت لا اعرف وكيف قالت انا اتي بالبيض فترس اتنين اتنين ايجي او اربعة اربعة او خمسة خمسة لكن اذا رصت مثلا عدد معين تبقى واحدة يعني تبقى واحدة ما لاش مكان لكن اذا رصت مثلا ارقى خمسة وخمسة او سبعة او سبعة لا يبقى شيء لكن اذا يعني اما ترص زوجي اما ايه فردي لها نظام في الرص يعني جابت اربعة ومعهم اربعة اربعة هتبقى واحدة اذا رصت انا مش فاكر بالضبط للحزبة المهمة فيه طريقة اذا عملتها ايه تبقى واحدة بطر وبخلاف هذا يعني عاوزين العدد اللي هو اذا قسم او لما نقسم لا يبقى اشيء هو هنا تظهر الحزبة الصحيحة فكام عدد اللي امعها بتاع ايه كبير فقعد يجيب الاعداد كلما يجيب عدد اما يبقى اثنين اما ثلاث اما يبقى كذا لم يجدوا الا عدد واحد فقط انه اذا قسم لتلتمية واحد يتقسم على كام اظن على سبعة سبعة على تلتمية واحد يطلح كام اقسم كده تلتمية واحد على سبعة كام كام تلاتة واربعين في سبعة يبقى كام ها ها نقبى ها يبقى كده ده العدد ده اللي قسم على سبعة لا يبقى شيء انما اذا قسم وشوف العدد ده بالذات لما تيجي تقسم يعني مثلا شوف اخد بالك ايه السر تلاتة واربعين مش كده ايه السر في العدد ده اللي هو تلتمية واحد لانه لو قسمت شوف اخد بالك لو قسمت على اثنين لا يبقى شيء اثنين على تلتمية تلتمية لو قسمت تلتمية على اثنين 150 ومئة اثنين انما تلتمية وواحد لو قسمت على اثنين حيبقى في واحد ب Hirn طيب ولو قسمت على ثلاثة برضو حيبقى في واحد ولو قسمت على اربعة حيبقى في واحد ولو قسمت على خمسة حيبقى في واحد ولو على ستة الا السبعة اللي هو لا يبقى شيء. يبقى كده تيجي القسمة صحية. إنما لو كان إنه العدد تلتمية يقبل القسمة على اثنين. وعلى ثلاثة. وعلى أربعة. وعلى خمسة. وعلى ستة. إنما عشان يقبل على سبعة لازم تحط واحد. وذلك عدد نادر. يعني كيف يقبل على يعني لو لو قبل على الأربعة لا يقبل على الخمسة. أو على ستة لا يقبل. إنما هذا يقبل على الأعداد كلها. بس إيه. إحنا نتكلم مش في التلتمية. تلتمية واحد. إذنما تعمل كام رصة هي. تلاتة واربعين رصة. فلا يبقى نفتكرناها. فلا تبقى بيضة واحدة. لكن إذا رصت خلاف السبعات تبقى واحدة. فعرفوا العدد منه من هذه الإحصائية. وذلك سموها حسب الدرمة. حيث الله. مثال ما مقدماته الضرورية. هذا العدد ينقسم إلى متساويين. وكل منقسم كذلك زوجا. لا يبقى أي عدد ينقسم إلى عددين متساويين زوجا. أظن دي بده ضروري يعود تفكير. طالما قلع العددين زي بعض يبقى زوج. ومثال ما مقدماته نظرية قولك العالم صفاته حادثة. وكل من صفاته حادثة فهو حادثة. قل كده المثال ثاني. العالم. العالم صفاته حادثة. فهو حادثة. هذا يحتاج إلى أن نرد لخلي المقدمتين الصغرى الكبرى نخليها ضرورية. بدل أن تكون نظرية. كيف ذلك؟ العالم صفاته حادثة. هذه نظرية فنخليها ضرورية. فنستدل على الصغرى بقولنا صفاته متغيرة. كيف جعلناها ضرورية؟ لأن التغير مشاهد. والمشاهدة أمر ضروري. يجي أحد يقول لي العالم صفاته حادثة. يقول لي يا شب. أقول له تعالى هل هي متغيرة أو لا؟ يعني متغيرة أن توجد بعد عدد. يقول ما هو دليل تغير؟ أقول له المشاهدة. أنا رجعت له النظرية إلى الضرورية. والثانية منهما بالتغير. إن كان من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا. وإن كان من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا. والجائز لا يقع إلا حادثة. ونستدل على الكبرى من القياز بقولنا كل من كان الصفاته حادثة لا يعرى عن الحوادث وكل من لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها. يعني يلازمها. وكل من لا يسبق الحوادث فهو حادث فقد انتهينا إلى الضرورة. ولا عبرة باعتراض بعض الفلاسفة على بعض تلك المبلمات فإن ذلك مكابرة. ممكن الخصم يعترض بس بإسمه مكابرة. إن هذه راجع إلى المشاهدة. التغير راجع إلى المشاهدة. من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود. من يستطيع أن ينكر التغير. الآن الآن دولة. التغير نشاهده بأعيننا. ونشعر به. الآن مساء. بعد قليل صباح. الآن ليل. بعد ساعات نهار. والعكس. كيف لا يكون التغير مشاهدا ومدركا وأمر ضروري. فلا بد من انتهاء المقدمات النظرية إلى ضروري. يلا الله. وإن يكون منتصلا فوالكذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا. وذاك في الأخص ثم إن يكون مانع جمع فبوب إذا زكب. رفع لذاك دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. الآن سأتكلم في حاجة اسمها القياس لاستثنائي. ويعرف أيضا بالشرط. بلا امتراء يعني بلا شك. يدعى القياس لاستثنائي لماذا؟ لاجتماله على أداة الاستثناء. وأداة الاستثناء يستعملها المناطق لكن لكن. ليس إلا وغير وسوى لا. هم لا يعرفونها. كلمة استثنائي يعني لكن. أو لكن. وهو الأصل ليس استثناء وإنما هي استدراك. يعني كان القياس الاستدراكي. فسموا الاستدراك استثناء. يعرف ذلك القياس استثنائي بالشرط. اجتماله على مقدمة شرطية. يعني شوف ينفع تسميه استثنائي وينفع تسميه شرطي. ينفع كده ينفع كده. كيف ذلك؟ لماذا هو استثنائي؟ لوجود أداة الاستثناء. وهي. لكن. لماذا هو شرطي؟ لوجود أداة الشرط. يعني هو شرطي وهو استثنائي. فنسميه بأحد الأمرين. إما أن تسميه شرطيا وإما أن تسميه استثنائيا. هذا صحيح وهذا ايه؟ صحيح. يجتمل على مقدمة شرطية وتسمى الكبرى. يعني الشرطية هي الكبرى. والمجتملة على أداة الاستثناء هي الصغرى. بلا امتراء يعني بلا شك. هذا إكمال للبيت. وعرف القياس الاستثنائي بقوله. ما هو القياس الاستثنائي؟ قال لك شوف هو ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. يعني أريد أن أقول لك هو يدل على النتيجة بصورتها لا بمادتها. يعني النتيجة موجودة بطريقة فعلية ليست بالقوة. يدل على النتيجة أو على ضدها أي نقيضها. يعني يتكون النتيجة نفسها مذكورة فيه أو نقيض النتيجة مذكورة فيه بالفعل. يعني ما معنى بالفعل وما معنى بالقوة. ما معنى بالفعل يعني بالصورة. فالنتيجة لها صورة ولها مادة. الصورة يعني يعني الهيئة اللفظية. المادة يعني المعنى. فيا إما صورة النتيجة يعني لفظها موجود يا إما معناها. واضح كده؟ فإن كان اللفظ موجودا لو الصورة. في هذه الحالة اسمه قياس استثنائي. إذا لم تكن الصورة موجودة وإنما المادة يسمى قياس اقتراني. طيب الاقتراني. طيب الاقتراني. احنا شرحناه. لماذا سمي اقتراني؟ الاقتراني الحدود فيه. مفهوش أداة الاستثناء. واضح كده؟ طيب نيجي هنا نشوف. نقول كده تاني عشان نفهم ما المراد بالصورة. ها؟ يعني الفعل. نتيجة فعلية صورتها. أما القوة يعني حتكون متفرقة الأجزاء. يعني مش موجودة مع بعض. جزء هنا وجزء هنا يكون معناها. أما صورتها متفرقة. كما في القياس الاقتراني. فإن نتيجته قد ذكرت لكنها متفرقة في الأجزاء في مقدمتين. موضوعها في الصورة ومحمولها في الكبرى. أما القياس الاستثنائي. ففيه عين النتيجة. أو نقيضها بصورته كما سأتي. ثم قال. فإن يقو الشربي ذات صالي. نبحنا عندنا القضية الشرطية. منقسمة إلى كام؟ اسمين متصلة أو ايه؟ حين أتكلم على الشرطية المتصلة. فقال. فإن يكو الشربي ذات صال. أنت يوضع ذاك وضع التالي. يعني فإن القضية الشرطية وذكرة. باعتبار كونها قولا. يعني لم يقل فإن تكو الشرطية. وإنما جاهب المذكر باعتبار قولا. ذات صال يعني متصلة. أنتج وضع ذاك. لو المقدم. كلمة وضع لما تسمع كلمة وضع ورفع. في المنظر يعني كلمة وضع. وضع يعني إثبات. رفع يعني نفع. زي ما يقول لك النقيضان لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان. الرفع يعني يعني النفع. ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسه ما لمن جلا. وأنتج رفع تال رفع أول مثال ذلك. شوفه. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. هنا قياس استثنائي إذا ولا مش استثنائي. طيب شرط ولا مش شرطي. لماذا هو استثنائي. عشان كلمة لكن. طيب لماذا هو شرطي. عشان أداة الشرط لي كلما. إذا فهذا قياس استثنائي. شوف كده. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. أو أقول لك كلما كان هذا انسانا فهو حيوانا. لكن هو تمامه انسانا. فأقول فهو حيوانا. لكن هو م whoever عشاني. يبقى إذن فقد أنتج إثبات المقدم إثبات التالي كلما كان هذا إنسانا كان حيوان فإن المقدم فإن التالي المقدم إنسان والتالي إيه حيوان فأحنا أثبتنا الإنسانية يعني وضعناها أنتج وضعه يعني إثبات المقدم ينتج إثبات التالي ورفع التالي ينتج رفع المقدم يعني لو قلت أنا لكنه لكنه حجر أو لكنه غير الإنسان إلا هيحصل هينفي ما يترتب عنه يقول لأن المقدم ملزوم والتالي لازم ويلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ولو قلت في هذا النسان لكنه ليس حيوان أو ليس بحيوان أنتج فهو ليس بإنسان لأن رفعا لازم يوجب رفع الملزوم فعلم أن المنتج منه ضربان ولا يلزم في عكسهما يعني لا يلزم الإنتاج من عكسهما أي من وضع التالي أو رفع المقدم فلو قلت في المثال المتقدم لكنه حيوان لم ينتج أنه إنسان يعني أنت مثلا كلما كان هذا إنسانا قلت إيه كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا فنقول لكنه إنسان فنعملت إيه أثبت المقدم فهذا معنى إثبات التالي لكن لو عكست لو قلت لكنه حيوان لا ينتج أنه إنسان لأنه قد يكون غراب قد يكون جبل وذي قال ولا يلزم في عكسهما أي من وضع التالي أو رفع المقدم فلو قل لكنه حيوان لم ينتج أنه إنسان لأن اللازم قد يكون أعم من الملزوم لأن كل حيوان أعم من إنسان لأنه يدخل فيها الإنسان والجمل والفرس ولا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص هذه قاعدة حلوة جميلة لا يلزم من إثبات الأعم إثبات له الأخص يعني مثلا لو أنا أثبت نبوة إنسان فأيهما أعم النبوة للرسالة النبوة أعم لأنه كل رسول نبي وليس العكس فلو كان نبيا لما أنا أثبت هذا نبي لا يلزم إثبات له الرسالة لأن النبوة أعم فلا يلزم من إثبات له الأعم إثبات الأخص واضح كده لكن العكس يلزم يلزم لا يلزم من نفي من نفي الأعم نفي الأخص لكن لا يلزم إحفظك لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص إنما عكسه صحيح يلزم من نفي الأعم نفي الأخص زي يعني أنا لو نفيت نبوة إنسان نبقى كده أنا بنفي رسالته لأنه لا يمكن يكون رسول إلا إذا كان نبيا مش إذا كل رسول نبي فإذا أنا نفيت النبوة نفيت الرسالة لكن إذا نفيت الرسالة لا يلزمنا في النبوة لأنه قد يكون نبي ليس رسول صحيح وهل في رسول ليس نبي لكن في نبي ليس رسول فهمت ألا رسا وقالك شوف القرآن الكريم دقيق وكتاب معجز وحكمت آياته ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم إيه النبيين عرف لو قال وخاتم المرسلين إيه واحد إيه يزعم أنه إيه أنه نبي وإذا قلت له لو أن الله تعالى قال وخاتم المرسلين وواحد ادعى إيه النبوع فتقول له قال الله تعالى وخاتم المرسلين يقولك لا أنا نبي فقط إنما لو ادعى الرسالة وقال وقلت له وخاتم النبي لا يستطيع لي لأنه لا يمكن أن يكون رسولا إلا إذا كان إيه النبي ولذلك النبوع أعم فيلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص وضعت كذا ولذلك تجد في صحيح البخاري يخبر أنه سلم يقول لا تقوم الساعة حتى يظهر ثلاثون يعني يكمل العدد ثلاثين ثلاثون دجامون كلهم يزعم أنه رسول الله يعني محدش يزعم يزعم للنبوة لأنه لو زعم النبوة وقد تكذيب صريح للقرآن وخاتم النبي فهو يلبس العوام الذين لم يدرسوا المنطق ولم يعرفوا السلة يقولهم أنا رسول مش نبي والقرآن يقول وخاتم إيه النبيين ولم يقول وخاتم المرسلين فلا حجة لكم فماذا نرد عليه نقول يلزم من نفي النبوة نفي الرسالة أو يلزم من ختم النبوة ختم الرسالة لأنه إذا ختمت النبوة فلا أسل لأن الرسول لا بد أن يكون نبيا فطالما لا يوجد أنبياء يعني لا يوجد رسل لكن إذا قلنا لا يوجد رسل هذا لا ينفي أن يوجد أنبياء غير رسل نقول القاعدة مرة تانية لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص شوف كده لكنه يلزم من العكس يلزم من نفي الأعم نفي الأخص المال أن ينفي القاعدة وينفعك في العقيدة وينفعك في علم الكلام ورسول عشان يلزم من الذي يلا جاء الله وكذا لو قلت لكنه ليس بإنسان لا يمكن شيئا لأن رفع الأخص لا ينجب رفع العام يعني لو نفينا الخاص لا ينتفي العام إنما لو نفينا العام ينتفي الخاص والمنزوم هنا أخص من لازمه وهذا معنى قوله لمن جلا أي لمن تضح من أن التالي لازم وقد يكون أعم من منزومه فلا ينزم من إثباته إثبات منزومه ولا من نفي منزومه نفيه فهذا للضربان حقيما وعشان تعرف اللازم والملزوم ده ومتى يكون اللازم أعم ومتى يكون أخص ومتى يكون مساوي ترجع إلى دراسة القضية الشرطية المنفصلة اللي فيها مانعة الجمع ومانعة الخلو ومانعتهما تعرف إيه الخاص وإيه العام وإن يكون منفصلة وإن يكون منفصلة فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس هذا يعني في المنفصلة سهلة يعني وضع هذا ينتج رفع هذا ورفع هذا ينتج سهلة القضية المنفصلة مفصلة صعوبة له يعني إن كانت الشرطية منفصلة على كم قسم ثلاثة أقسام حقيقية ما نعت جمع وخلوه معا وما نعت جمع وما نعت خلوه فإن كانت حقيقية فوضع ذا أي أحد طرفيها ينتج رفع الآخر على طول والعكس صحيح يعني رفع النفي وضع إيه إثبات يعني رفع أحد الطرفين ينتج وضع الآخر يعني نفي واحد يثبت الثاني وإثبات الآخر ينتج نفي الثاني زي شوف كده أخذ باله سهلة جداً لمفصلة صعوبة الأولانية وسهلة الأولى بس أعود تحصيل أو قوة شوف كده الموجود إما قديم أو حادث يفهم كده معا أي موجود قديم أيه أو فرد قلنا أثبتنا المقدم يبقى نعمل حليم في التالي طب أثبتنا حليم في المقدم عكس بعض الموجود إما قديم أو حادث فنقول لكنه قديم يبقى عملنا نفينا الحدوث لكنه حادث نفينا ليه القدم زي العدد أسهل حال العدد إما زوج أو فرد فتقول لكنه زوج يبقى ليس فرد لكنه فرد يبقى ليس زوج يعني إثبات أحدهما ينفي الآخر يعني لأنه ما فيش عندنا زوجة فرد الموجود إما قديم أو حادث فإن لم يكن قديما كان حادثا وإن لم يكن حادثا كان قديما فيها صعوبة يبقى رفع واحد فيهم يعني معناه وضع للآخر وضع أحدهما يعني رفع للآخر يعني لو قلت كده لكنه قديم ينتج أنه ليس بحادث لكنه حادث ينتج أنه ليس بقديم فلو قلت لكنه ليس بقديم أنتج أنه حادث أو ليس بحادث أنتج أنه قديم فقد أنتج وضع أحد الطرفين رفع الآخر ورفع أحد الطرفين وضع الآخر وهذا هو المراد بقوله وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك يعني وذاك في الأخص نحن عندنا ثلاث حاجات عندنا الحقيقية اللي هي الأخص وعندنا مانع الجمع وعندنا مانعة جمع ومانعة خلو ثلاث أقسام يعني هذا في الحقيقية فإن كانت المنفصلة مانعة جمع يعني ليست مانعة خلو يعني تمنع الجمع ولا تمنع الخلو مثلها مانعة الجمع هذا الجسم إما أبيض وإما أسود هذه مانعة الجمع يعني بمعنى أن الجسم لا يجتمع مانعة الجمع يعني لا يجتمع فيه أنه أبيض وأسود هذا ما مانعة فيه جمع لكنها لا تمنع الخلو فقد يكون لا أبيض ولا أسود يكون أصفر أو أخضر فهذا مثال مانعة ليه الجمع هذا الجسم إما أبيض أو أسود فيمتنع فيمتنع اجتماعهما لكن لا يمتنع نفيهما يعني ارتفاعهما فإن كان في مانعة الجمع ثم إن يكون مانع جمع يعني الشرطي بمعنى القضية الشرطية مانع جمع فبوضع ذا أي أحد طرفيها زك أي علم رفع لذا دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا رفع رفع لذا أي الطرف الآخر لمنعها أي الجمع دون العكس فلا يلزم من رفع أحد طرفيها وضع الآخر لجواز القلوب عنهما يعني في مانعة الجمع غير في الحقيقية الحقيقية يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر والعكس أما هنا لا يلزم العكس لجواز الخلو عنهما معا يعني لو قلك هذا الجسم إما أبيض أو أسود يعني أنا لما منفي البياض مثلا لا يلزم إثبات السواء أو السواء يلزم إثبات لأنه قد يكون الاثنان منفيين يعني لا أبيض ولا أسود فأقول لك هذا الجسم إما أبيض أو أسود تقول لي لكنه أسود أقول لك فهو أبيض ما يلزمش طب لكنه أبيض فهو أسود لا يلزم لي لأنه قد يكون لا أبيض ولا إيه فهو أبيض فهمت كده في ماناعة الجمع لا ينفع العكس إنما في الحقيقية ينفع العكس مثال ذلك هذا هذا إما أسود أو أبيض فأنت أسود لأن الأسود واحد من غير الأبيض غير الأبيض كثير أي حاجة غير الأبيض كله غير أبيض منها الأسود فالأسود هنا أخص وليس مساوي لما يقول هذا غير أبيض هل معنى أسود لا هذا غير أسود يعني معنى أبيض لا لأنه قد يكون غير أبيض وغير أسود واضح يلا شكرا محمد يقرأ مثال ذلك مثال ذلك أن تقول هذا إما أسود أو أبيض لكنه أسود ينتج أنه غير أبيض أو لكنه أبيض ينتج أنه غير غير أسود ولو قلت لكنه ليس بأسود لم ينتج أنه أبيض ولا غير أبيض وكذا لو قلت لكنه ليس بأبيض لم ينتج أنه أسود أو غير وإن كانت القضية وإن كانت القضية المنفصلة مانعة قلوب فقد أشار إليها بقوله وإذا ما يعرف إن كان أي وإن كانت القضية الشرقية مانعة قلوب فهو عكس زيادة مانعة القلوب يعني معنى هي لا تمنع الجمعة وإنما تمنع هي تمنع هي الخلوب زي هي شخص يعني هذا الشيء لا أبيض ولا أسود تبقى تمنع هي الخلوب بينهم ولكنها لا تمنع هي الجمعة أي فالقضية مانعة القلوب يعكس مانعة الجمعة بمعنى أن رفع أهد طرفيها ينتج وضع الآخرين وضعها مثال تاني فكرينه بتاع مانعة القلوب ما يغلق وإما لا رجل وإما لا امرأة بمعنى أن رفع أهد طرفيها بمعنى أن رفع أهد طرفيها ينتج وضع الآخر لمنعها الخلوب عنهما ووضع أهد طرفيها لا ينتج شيئا لجواز الجمع بينهما هتقول هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود هذا يمكن الجمع بأن يكون مثلا أحمر فالأحمر غير أبيض وغير أسود لكنه أبيض ينتج أنه غير أسود لكنه أسود ينتج أنه غير أبيض فقد لازم من رفع أهد طرفيها ثبوت الآخر لكن لو قلت لكنه غير أبيض لم ينتج أنه أسود ولا غيره أو قلت لكنه غير أسود لم ينتج أنه أبيض ولا غيره فهمت تمام كده باقي لنا إن شاء الله وتعالى درس لواحق القياس تمام وبعدين باقي درس مهم جدا نعتبر من أهم الدروس لأقسام الحجة ده مهم قوي وبعدين الخضاء ده كمام مهم عشان نعرف الخضاء في الاستبلاد درس يعني اعتبر درسين أو ثلاثة ونقتب إن شاء الله هذا الكتاب وعندين يعني شكونا كتاب آخر في كتب ما خدناهش ما درسناهش يقول الملوي الملوي إحنا خدناه ما خدناهش الملوي شوفوا يعني كما تحبوا خلاص في حي خلانا نختم ونصلمتك اللهم صلي أفضل صلاة على أسعى وحباتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك السلك إليم وأفضل صلي والي والناس والله محمد محمد وعلى أله وصحبه ترجمة نانسي قنقر